حرب بايدن ضد تتحالف أوبيك بلاس مقبلة على فصول جديدة أو هكذا أرادها زعيم أكبر اقتصاد في العالم بكشف وسائل أعلام من أمريكية عن نية قاطن البيت الأبيض توسيع حربه ضد كبار المنتجين بالتلويح بورقة حظر صادرات النفطية الأمريكية الإجراء الذي سبق لبلاد العميصام في منتصف سبعينيات القرن الماضي إقراره إبانا الطفرة النفطية الأولى التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بوصول إنتاج البلاد إلى 9 ملايين برميل يومياً أنذاك ما يمثل 15% من السوق العالمية قبل أن يعصف بها قرار الدول العربية المنتجة للذهب الأسود حينما علقت تدفق الخام نحو الأسواق العالمية عام 73 من القرن الماضي ما أدى إلى ارتفاع قياسي في وردات واشنطن من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً وزيادة أسعار الخام بأربعة أضعاف في ظرف شهر واحد منتقلة من 3 دولارات إلى 12 دولاراً للبرميل الواحد مؤشرات دفعت بالإدارة الأمريكية أنذاك لإقرار حظر صادرات النفط الأمريكية عامين بعد ذلك إجراء سبقته واشنطن برفع حظرها عن واردات من الدول الأعضاء في أوبيك إجراءات عمرت أكثر من أربعة عقود قبل أن تقرر إدارة باراك أوباما في 18 ديسمبر من عام 2015 عن رفعها إجراء توجى طفرة نفطية أمريكية ثانية بارتفاع إنتاج البلاد من 5 ملايين برميل يومياً في 2009 إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً في 2014 محدثاً 630 ألف وظيفة جديدة وضمان إرادات إضافية بنحو مليار و400 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر